تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلب المدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع مجموعة RM4Arab على تويتر ويوتيوب حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد على هاوسكا الفوز اللي جاء بعد ظروف صعبة عاشها ريال مدريد الفترة الماضية نتائج سيئة خروج من كل شيء تقريبا إلا دور الأبطال وأيضا إصابات كثيرة ثالثا مسألة عقد راموس الضجة اللي أثيرت في الإعلام المدريدي بحاول إسكو كل شيء كان معقد بالنسبة للإعلام المدريد فكان محتاج هذا الفوز الفوز اللي جاء أمام فريق من أول ما غير مدربه وجاء باتشيتا الفريق تحسن جدا في نواحي مختلفة الفريق حقق تعادل مع ذيال ريال فاز على بلد الوليد بثلاثية ويعني كان بيين أنه مش حيكون خصم سهل وأثبت أنه قادر يزعج فرق كبيرة زي ريال مدريد اليوم ولو تخسر في النهاية حندخل بتفاصيل هذا اللقاء بس كالعادة أذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت الآن على يوتيوب القناة الأكثر تنوعا من حيث أفكار وأشكال المحتوى خليني أبدأ بقضية عامة مشعرنا فيها اليوم تقريبا إلا باستثناء ربع ساعة اللي حسم فيها ريال مدريد اللقاء قضية المزاج الضعيف لهذا الفريق خليني أسميه مزاج موسم 2017-2018 لما الفريق خرج من صباق الدوري صرنا نشوف بعض اللعبين بالفريق مش مراكزين بيرتكبوا هفوات غريبة صرنا نشوف بعض اللعبين بيخافوا ينصابوا في مباريات الدوري صرنا نشوف الحماس في الدوري أقل الحد في الدوري أقل الرغم بالتضحية بالدوري أقل وأيضا صرنا نشوف بعض الأفكار بيجربها زيدان هون وهون وهون بلش نسأل شو قصده فيها وهي أقرب لبعض الأحيان للتجربة منها لأنها فكرة بيحاول يطلع فيها بالنتيجة هذه الحالة عم بدأنا نشعر فيها مؤخرا وكأنه شي بيذكرني زي ما حكيت بمزاج موسم 2017-2018 بس ما في شي بيكفل أنه ما يكون مزاج موسم 2018-2019 اللي بعده اللي بعده الفريق طلع من كل شيء وما ضل شيء نافس عليه وقد ظهر نهاية الموسم مجرد تأديد واجب لأنه لازم يكمل مباريات الدوري بهذا الروح بهذا الحماس أعتقد ريال مدريد حيضل يعاني في الدوري ونشوف زي مباراة اليوم كثير بس الأهم من ذلك أنه لازم نشوف نتيجة في ذلك بدور الأبطال لأنه كل الخوف أنه يروح طالع من دور 16 أو دورة 8 بهذا المزاج حيكونوا شهرين مأساويات يختم فيهم ريال مدريد الموسم بلا شكل وبلا أي هدف ريال مدريد بدأ المباراة اليوم بتشكيل أساسي مقبول قادر يهزم صاحب المركز الأخير هوسكا فصحيح غاب هازارد لكن منعرف هازارد مش هاللعب المؤثر في ريال مدريد هذا الموسم أو الموسم الماضي ربما الغياب الأبرز هو سيرجي راموس وكار بخال لكن الفريق دخل بتشكيل المفروض تفوز بكل سهول لكن هذا الشي ما صار بالنسبة له اليوم شوفنا هوسكا نتيجة ظروفه الجيدة في الفترة الأخيرة وظروف ريال مدريد الصعبة في الفترة الأخيرة عم يدخل للقاء طمعا حرفيا في أول خمس دقائق جالك هذا الفريق بعاني لو أنا صدمته بهدف مبكر على الأجلب حدخله بأزمة كبيرة حاول يصدمه بأول خمس دقائق هون ريال مدريد بصراحة عمل ردة فعل استراتيجية صحيح الفريق أول شي ركز يمتلك الكرة يستحوذ عليها يحرم منها قد ما يقدر الخصم في هذه المباراة بعد أول خمس دقائق وهذا الشي كنا نشوفه حتى بإشارات توني كروسو مودريتش لما لاعب يحاول يغامر بالكرة والشرور أنه لا يلعب الكرة المضمونة كان واضح خلي الكرة معنا شوية شوية بيحبط وبلش يبين فرق الجولي بيننا بنفس الوقت حرص ريال مدريد يخلي الكرة دائما في ملعبه هوسكا قد ما يقدر وهذا الشي دائما كان عم بيجبر كل عبته هوسكا عم بتراجع تحوفها ببعد الخطر عن مرمى ريال مدريد ولما كان ريال مدريد يخسر الكرة كنا نشوف ضغط ممتاز من الفريق للأمام يسكر زوايا التمرير على المدافعين والحارس والنتيجة تكون في النهاية أنه يضطروا لعبته هوسكا يلعبوا كرات طويلة وهو كان ريال مدريد عم بيستعيد الكرة فريال مدريد سيطر على الشغط الأول بشكل جيد لكن هذه السيطرة كانت ربما صحبها فرصة واحدة لها تزديد كريم بن زيمة ومدون ذلك ما فيش أي خطورة عدم وجود الخطورة إلى أسباب واضحة أولا البطء الشديد للفريق الفريق كان جدا بطيء ولما تكون بطيء الدفاعات الخصم حتى لو أنت بتمريرها ضربتها حتقدر ترجع تتماسك الشي الثاني الفريق كثير ركز على الجهة اليسرى وتجاهل تماما الجهة اليبنى فكأنك عم تحشر الملعب ب60% منه وعم بتريح جبهة كاملة للخصم تركز تساند اللاعبين الآخرين لمواجهة الجبهة اللي أنت عم تفتحها إما على اليسار أو بالعمق وفوق ذلك كان صعود الأظهرة يعني صعود خجول بقدر أسميه صعود تشريفة إنه هين قدمنا بس بعد ذلك من هم مش دور يعني ما كنتش تعرف يعني مندي بيقدم بتشوفوا طالع بمرر الكرة وخلص وينتهى دوره طبعا قدري زولها يعني طلع ولا ما طلع اليوم ما لهوش دور كان على الجهة الهجومية وبس بعد هيك ما فيش دور يعني ما فيش جملة عم بلعبوها مع خطة هجوم ما بيين ما في استراتيجية واضحة وهذا الشي كان عم يخليه إنه لعب تهويسكا دائما عندهم زيادة عددية في مسألة الحقيقية للاعب كرة القادمة اليوم أكبر وأيضا صح مودرش كان عم بيقدم وكروسبو على الأحيان كان عم بيقدم بس بالشروط الأول يعني شروط ثاني كانوا أكثر حدي بهذا التقدم بالشروط الأول كانوا أكثر تقطع يعني نشوف مرة بعدين في عشر دقاء الغياب فكانت المساندة ضعيفة فالفريق فعلا كان مش عم بيقدر يخلق فرص رغم إنه امتلاك الكرة بشكل جيد لكن عن أقل امتلاك الكرة جنبوا الخطر هنتكلم في حلقة اليوم طرع عن أشيئة ثانية عشان أحكي لكم هنتكلم عن مشكلة جونيور هنتكلم عن تأثير غياب سرجراموس المتوقع وأمور أخرى في الشروط الثاني صرنا نشوف بأول خمس دقائق في محاولة تقدم غريبة من أظهر تريال مدريد سريعة بس الفريق ما كان عم بنسجم مع الأسلوب الجديد يعني الأظهر بتطلع كثير قبل الكرة ولكن الفريق ما كان بنسجم فصار في خمس دقائق من البلبلة من الفوضى من المساحات اللي كانت نتجتها الهدف اللي أيقظ شوي لعيب تريال مدريد أحرجهم أشعرهم بأنه يعني عيب اللي بيصير فعليا يعني لا أداء ولا نتيجة هون مشكلة كبيرة فمزاج 2018 2019 اللي حكيت عنه أو 17-18 تحديدا خرجوا منه شوي طلعوا سجلوا هدف تعادل مبكرا وفرقوا كثير معهم توقيت الهدف اللي إجابة بعد ركلة ثابتة ولازم ننتبه أيضا أنه هدف الفوز جاء أيضا من ركلة ثابتة رغم أنه الريال صنع كرتين أو ثلاثة اليوم بجمل هجومية بشط ثاني بشط الأول فيها جماعية منها كرة بنزيمة اللي جاءت بعد أربع تمريرات جميلة جدا لكن لازم ننتبه هون بالثلاث هذه الهجمات اللي فتحت بنسجة التمريرات اللي كانت أقرب للعمق أو الجهة اليسرى في الثلاث مرات ضاعت الفرص واحدة منهم كانت يعني تتخييرش إنهم ممكن تضيع من مهاجم بخبرة بنزيمة وهنا مشكلة ثاني لما تكون فريقك سيئ كثير مهم أنك ترى في السجن ومثل هيك مباراة نفدت يعني بس كان ممكن يوم ما هيك مباراة تروح خس تعادل أو تروح خسارة لو لا تصدقوا ولا للكورة الرئيسية وأكيد شوفنا في هذا اللقاء اليوم شغلتين مهمين في مرتين طلع مندي تحول لروبيرتو كارلوس وانطلق وفي انطلاقته تبين أنه دفاع هوسكا جد ضعيف أمام السرعة وبالهجم الربعية اللي إجت مودريتش وبعدين أسينسيو وبعدين جونيور وبعدين بنزيمة كمان السرعة سهولة نضرب دفاع هوسكا وحتى أدريزولا لما انطلق الانطلاق اللي طلعته من المباراة بالإصابة أيضا تقريبا وصل مش عارف منتقة الجزاء فاليوم كان واضح هوسكا فريق ضعيف فريق مركز أخير فريق دفاعيا ضعيف صحا عم بتححسن مع مدربه الجديد بس فريق جودته محدودة فجودته محدودة مع السرعة كانت هتنضرب لكن الفريق ما لعب بسرعة اليوم وحاول يفوز بأقل التكليف وما بعرف ليش رغم حاجته اليوم لفوز معناوي مش بالثلاث نقاط فوز معناوي بالشكل والأداء حتى يرجع يستعيد شوية تقاطب نفسه قبل مواجهة أطلنطا أما الشي ثاني اللي بدي أحكيه اتجاه اللعب بحيث يحط أسنسو أو جونيور في موقف على مشارف الثرث الأخير بقدر يقود فيه هجمة ونفس الشي مودريتش بسقوطه بين الخطوط كان دائما قادر يربط ويوصل أحد المهاجمين المشكلة اللي كانت عم بتصير دائما اليوم إنك بتشعر أنه ما فيش استراتيجية هجومية ما بين الثلاث اللي بالأمام ما فيش دور واضح لإلهم شو لازم يعملوا فدائما الخطوة الأولى أو الثاني بعد ما يوصلوا لهم الكرة كروس ومودريتش خاطئة وهذا الشي كان دائما عم بيقلل عدد الفرص وعم بيخلي دائما لعب تهويسكا قادرين يحتووا حتى الصدمات اللي كانت عم بتصير وكأنه فرق جودة خط الوسط بين ريال مدريد وهويسكا كان دائما يتم احتوائه بقرارات غلط من خط هجوم ريال مدريد صح الريال فاز لكن لازم نذكر زي ما حكيت أنه فاز بكرة ثابتة صراح فرستين؟ كان في فرستين مقابلهم لهويسكا يعني المباراة خلين نحكي الفوز ولا التعادل كنا حنحكي عادل آه ريال مدريد انتلك الكرة أذار المباراة بس يعني سواء فوز أو تعادل كانت أنا بالنسبة لي نتيجة عادلة اليوم ننتقل للقضيتين جونير وسيرجي راموس نبدأ بجونير اللاعب اللي دائما حيترجدل حيترجدل ليش؟ لأنه اللاعب بانطلاقاته دائما عم بيشعرك أنه عنده الجودة عنده السرعة وعنده الحدة اللي بتخلي أي دفاع عم برتبك أمامه وهذا واضح بنفس الوقت هذا اللاعب عم يعمل شيء بتمنى أي مدرب بجناحه الأيسر أو الأيمن أنه عم بيسقط في منطقة الجزاء بمناطق فعال للغاية يعني واحدة من الكرات اللي هي حجبة بنزيمة اللي حكينا على هو سقط في مكان كان كل اللامس لازمه تمريره ويضع بنزيمة على من مرة وأيضا في مواقف أخرى كان عم تجي الكرة في داخل منطقة الجزاء كل اللي مطلوب منه قرار صح بس بتشوفه فجأة بروح في أمامه ثلاث مدافعين عم بيدخل فيهم وبينسى أنه في شيء اسمه كورت القدم ظهير في شيء كورت القدم اسمه تمرير للجانب ويأخذ القرار أنا ما زلت مؤمن أنه اللاعب كمادي خام كجو دخام موجود اللاعب عنده مشكلة واضحة بأنه نتيجة مرحلة أنه مرة أساسي ومرة احتياطي ومرة ما بيلعب مرة أساسي ومرة ما بيلعب احتياطي ومرة لا تمرر له وأنه يلعب ضدنا دخل في مرحلة شك أنه أنا أثبت نفسي مليش علاقة أنا بدي أثبت نفسي كيف مليش علاقة فصار يعمل قرارات شوي غريبة بعض الأحيان بس بنفس الوقت هيك برلاعب إذا أنت مؤمن فيه أو مش مؤمن هذا أول سؤال إذا الريال مؤمن فيه هذا اللاعب يحتاج فعلا برنامج تأهيل خاص إشراف خاص تدقيق خاص من مدربه ومن محللين الأداء اللي بالفريق أنه على الأقل يوقفوا معه بكل موقف من هاي المواقف ويحاولوا حسنوه بياها لأنه لو قدر يحسن هاي المواقف كل اللي مطلوب من جونيور حتى يصبح لاعب فعال لمسه لمسه لأنه دائما هو واجع في المنطقة الفعالية هو ربنا رازقه الشعور إنه كيف يكون بالمنطقة الفعالية ضل اللمسة الصعوبة دائما بالأولى للعلم مش بالثاني يعني بكرت القدم الصعب إنك تخلي تحس جناحك دائما موجود بمنطقة تقول له ليش مرر بس في ناس أجريحتهم 60 دقيقة يوقعوا بهاي المنطقة هو عنده هاد القدرة إنه يوقع بهاي المنطقة لوحده الآن ضل اتفهمه شو يعمل في هذه المنطقة هل الريال مهتم لهذه الدرجة بجونيور ولا لا هون بيبين إذا مش مهتم أنا شايف إنه خلص يعني اللعب لسه في ناس بتآمن فيه بالأندي الكبرى الأخرى إنه موهبة طبعا ممكن تبيعه بسعر كويس إذا إنت مآمن فيه أنا ما زلت أعتقد الريال مش حيندم أبدا لو فعلا ركز عليه بحيث عمل فردي من الفريق الفني بشكل حقيقي وطبعا أكيد بنسمعنا عن خبر عملية سيرجو راموس وغيابه لمدة شهرين تقريبا اللي أعتقد مشكلته مش بس فنيا مشكلته معقدة كثير بالنسبة لي أكيد غياب راموس مؤثر جدا فنيا مؤثر بمسألة الصعود بالكرة فرق كبير بينه بين ناتشو مؤثر بمسألة الضغط للأمام فرق كبير بينه بين ناتشو مؤثر كثير لمسألة تعطيل هجمات الخصم المرتدة أيضا فرق كبير بينه وبين ناتشو أو ميليتاو أو فارا لكن هذا فنيا فنيا لا نقاش غياب راموس مؤثر بس في مشكلة أخرى الفريق عم بعيش أزمة عم بعيش أزمة بعيش مشكلة في غرفة تغيير الملابس بعيش أجواء متوترة ويغيب راموس عن غرفة تغيير الملابس كأنك تترك الفريق الآن حقيقة بلا قائد حقيقي في الغرفة إلا زيدان اللي هو المدرب فهذا اللي أنا شاعر إنه تأثير راموس غيابه أكبر من هذه الناحية من التأثير الفني فقط فهذه مشكلة كبيرة بعرفش إذا زيدان حيقدر يساعد فيها أو لا أيضا غيابه لو مدة شهرين حيخلي دائما فكرة الإشعاعات اللي حول مستقبله اللي خلينا نحكي بصراحة يعني مؤشرات كلها بتشير إنه خارج أكثر بما إنه ضاهل إلا لو صار تغيير مفاجئ جدا نوصل هنا نهاية حلقة سلبي بدري دي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوار بالتعاون مع أرقم فرقرب على تويتر ويوتيوب واشتركوا بقناة سلبي سبورت الآن والسلام عليكم ورحمة الله